بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضع مقترحة في الرياضيات في الموافقات لبكالوريا 2017 رقم 2 أنصح به شعبتي أداب وفلسفة وأداب ولغات أجنبية حيث قال A B وسي أعداد طبيعية حيث A يسوي لنا 2020 B يسوي 1441 C يسوي 1962 قال واحد عين باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد A B وسي على العدد 7 إثنان ألف قال بين أن B يوافق ناقص واحد بترديد 7 ثم قال بين أن العدد إثنان A زائد B يقبل القسمة على العدد 7 جيم قال أثبت أن A مكعب يوافق لنا واحد بترديد 7 وأن C مكعب يوافق لنا واحد بترديد 7 ثم قال استنتج باقي قسمة العدد يعني باقي قسمة الإقليدية العدد 2020 قوة 2020 زائد 1441 قوة 1441 زائد 1962 قوة 1962 على 7 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن لننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال عين باقي قلنا القسمة الإقليدية لكل من أعداد A B وسي على 7 إذن نكتب هنا تعيين ماذا باقي كل من ماذا من A و B وسي على ماذا على العدد الذي اسمه 7 هنا ما علينا أبنائي إلا أولا أن نأتي إلى الآلة الهاسبة وماذا نكتب ونكتب 2020 هكذا 2020 تقسيم ماذا تقسيم 7 ثم نقول هنا نضغط على زر تساوي لاحظوا ماذا تعطي لنا إذن نقول 2020 تقسيم 7 أعطت لنا 288 فاصل أعداد وراء الفاصلة ثم ماذا تقول قاعدة اضغطوا على هذا الرمز انظروا A B C لما نضغط على رمز A B C لاحظوا ماذا تصبح تكتب لنا الآلة الحاسبة لاحظوا أي رمز تكتب هنا 288 وعندنا هذا الرمز هكذا ثم عندنا الأربعة ثم هذا الرمز ثم سبعة هذا ماذا يعني يا أبنائي يعني ركزوا جيدا أن 2020 ماذا تساوي تساوي هذا في هذا لهو كم لهو 288 في سبعة زائد ماذا زائد أربعة لما نحول هذه الكتابة إلى موافقة نقول 2000 ركزوا جيدا وعشرون يوافق كم هو الباقي ها هو الباقي الباقي من شروطي أصغر من الترديد إذن من القاسي معناه يوافق لنا أربعة بترديد ماذا بترديد سبعة إذن من هو الباقي نقول الباقي كم هو يا أبنائي هو العدد الذي اسمه أربعة فقط ثم بعدما أنهينا مع العدد A لهو مباشرة نقول هنا إذن A يصبح كذا A يوافق أربعة بترديد سبعة نأتي الآن كذلك بنفس الشيء إلى B إذن عندنا ألف وأربعمائة وواحد وأربعون تقسيم سبعة نضغط على التساوي إذن لاحظوا ألف وأربعمائة وواحد وأربعون قلنا تقسيم سبعة تساوي أعطت لنا مئتان وخمسة فاصلة وراء الفاصلة نضغط مباشرة نقلت على هذا الزر بعدما تجعل التساوي تعطيكم ثم اضغطوا على هذا الزر لهو ABC ماذا أعطت ركز وماذا أعطت لنا الآلحة سبا كتبت لنا هكذا مئتان وخمسة ثم هذا الرمز ثم ستة ثم هذا الرمز ثم العدد سبعة هذا ماذا يعني؟ يعني أنه ألف وأربعمائة وواحد وأربعون يساوي كم؟ يساوينا لنا مئتان وخمسة في سبعة زائد الباقي دائما يكون في الوسط ها هو كم؟ إنه ستة فيصبح لنا ألف وأربعمائة وواحد وأربعون يوافق لنا ستة بترديد سبعة هذا ماذا يعني؟ أنه بيصبح يوافق لنا ستة بترديد سبعة نقول الباقي في هذه الحلقة هو العدد نفس الشيء هو ستة لاحظتم؟ ثم الآن بقي لنا كذلك العدد الأخير لهو ألف وتسعمائة واثنان وستون إذن نكتب هنا ألف وتسعمائة واثنان وستون تقسيم سبعة قلت ونضغط على الزر تساوي إذن نكتب هكذا ألف وتسعمائة واثنان وستون تقسيم سبعة أعطت لنا مئتان وثمانون فاصل ثم قلت نضغط على هذا الزر لهو ABC إذن لما نضغط على الزر ABC لاحظوا ماذا أعطت؟ أعطت مئتان وثمانية وهذا عفوا مئتان وثمانون أعتذر مئتان وثمانون هذا الرمز ثم عندنا إثنان ثم هذا الرمز ثم سبعة الآن ماذا يعني؟ يعني أنه ألف وتسعمائة واثنان وستون يسوي لنا ماذا؟ مئتان وثمانون في سبعة زائد الباقي اللي هو كم؟ زائد إثنان إذن قلنا زائد إثنان ثم نأتي الآن لنكتب ماذا؟ نكتب معناه هذا العدد قلنا ما هو؟ هو دائما إنه سي إذن نقول سي يوافق لنا إثنان بترديد سبعة أي أن الباقي كم يكون يا أبني؟ الباقي إنه كم؟ نكتبه إنه إثنان إذن من شروط الباقي يجب أن يكون عدد طبيعي محصور ما بين السفر والترديد يعني الألقاسهم لا يمكن أن نقول الباقي هنا إثنان عشر لا بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي بعدها أبني إلى السؤال الذي جاء بعده يقول أحدكم وكيف نكتب في ورقة الإجابة؟ نكتب كما تلاحظون هكذا أما هذا الأمر عندكم في الآلة الحاسبة فقط إذن قلت نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده إذن ما علينا إلا جلب هذا الأمر ركزوا إذن عندنا ها هو أولا ماذا قال السؤال؟ قال ألف بين أن بي يوافق ناقص واحد بترديد سبعة هذا السؤال كثير الاستعمال أو التدول في الباكالوريات السابقة دائما هذا السؤال يا أبنائي يكون هذا اللغز ناقص واحد يكون بين أعداد مترادفة كيف؟ لاحظوا هنا اقرأوا ستة سبعة أو تجدوا ثمانية تسعة عشر إحدى عشرين أعداد مترادفة على بعضها البعض أو المتتالية إذن نكتب هنا ألف البرهان أن ماذا؟ أن بي يوافق لنا ناقص واحد بترديد سبعة لاحظوا وانتبهوا نقول لدينا ماذا؟ لدينا أن بي يوافق لنا ستة بترديد سبعة لكن من شروط الموافقات نضيف ترديد هنا أو ننقص ترديد لا يحدث أي شيء مثله كمثل أن نضيف للمعادلة أو لمساوة نضيف لها الصفر إذن نقول فهنا تقول هكذا بي يصبح يوافق لنا ستة وننقص سبعة ولا يحدث شيء يا أبنائي لأن الكثير منكم من يقول يا أستاذ نحن نتحدث مع الأستثار قال لا يجوز لا يجوز لأنها موافقات فالموافقات إذا أضفنا الترديد هذا لعدد سبعة أو أضفناه أو أنقصناه أو ضربنا فيه لا يحدث شيء للموافقة إذن هنا ماذا يحدث يصبح لنا مباشرة بيصبح يوافق لنا لاحظوا ستة ناقص سبعة بالآل الحسيب أكيد سوف توطي لكم ناقص واحد وإنه المطلوب فقط حتى تفهموا جيدا الآن بعدما أو كذلك يوجد عدة طرق لكن أنا فضلت لكم طريقة بسيطة جدا كما يمكن كذلك فيه من يقول طريقة أخرى نقول سبعة يوافق لنا سفرة بترديد سبعة السبعة في الأصل ما هو؟ هو ستة زائد هكذا زائد واحد يوافق لنا سفرة بترديد سبعة يمكن أن ننقل هذا إلى هنا صبح لنا ستة يوافق لنا ناقص واحد بترديد سبعة والستة من هو؟ إنه بي إذن صبح لنا هكذا بي يوافق لنا ناقص واحد بترديد سبعة لكن الأفضل هي هذه مباشرة إذا وجدتم هذه الأعداد متلدفة فأنقصوا الترديد فقط فتجدون الإجابة مباشرة دون أي خلب بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر قال بين أن العدد 2A زائد B يقبل القسم على العدد 7 إذن نكتب هنا البرهان أن من العدد الذي اسمه 2A زائد B يقبل القسم على العدد 7 هنا لا نتعبع قولنا كثير نقول 2A زائد B يوافق كل واحد نأتي بباقيه تصبح 2 في باقي الأ ها هو كم؟ إنه 4 ثم عندنا الB له عبارة إما نقول B يوافق 6 بترديد 7 أو نقول B يوافق ناقص واحد بترديد 7 يمكن أن نستغل هذه كما يمكن أن نستغل هذه يقول أحدكم يا أستاذ نستغل الأولى نعم نستغل الأولى إذن نضع هنا بهذا المكان نضيف كم نضيف؟ تصبح لنا هنا زائد هذا كم باقيه؟ ها هو باقيه زائد 6 بترديد 7 وعيد هنا عندنا 2A زائد B يعني 2 في باقي A لهي 4 عندنا زائد ها هو زائد زائد B معناه زائد باقي في هذه الجنة ضع الباقي فتصبح لنا هكذا 2A زائد B يوافق لنا كم؟ زائد 6 بترديد 7 تصبح لنا 2A زائد B يوافق لنا كم؟ 14 بترديد 7 الآن هنا الأربعة عشر لو نأتي إليها يا أبناء نقول أربعة عشر لو نقسمها بالآلة الحاسبة مباشرة سوف تعطيكم 2 دون فاصلة ما معناه قسمة تامة إذا وجدنا القسمة التامة في الآلة الحاسبة يعني لا يوجد فواصف فعل أن الباقي كم؟ صفر إذن فتصبح لنا هكذا 14 توافق صفر بترديد 7 لأن الأربعة عشر من مضاعفات 7 فبما أنها موفقت فهذا يأتي إلى هنا فتصبح لنا 2A زائد B يوافق لنا كم؟ صفر بترديد 7 لماذا؟ لأن الأربعة عشر هذه يا أبناء من مضاعفات 7 فأتينا بباقيها وضعناها هنا لأنها موفقت فمباشرة لماذا نحكم؟ بما أن قال قال بيّن أن العدد 2A زائد B يقبل القسمة معناها القسمة يجب علينا أن نجدها بواقع القسمة يجب أن يكون الباقي هو صفر نقول ومنه ماذا؟ ومنه 2A زائد B يقبل ماذا؟ القسمة على العدد الذي اسمه 7 إذن لما يقول بيّن أنه يقبل قسمة عليكم أن تجدوا الباقي هو صفر يقول أحدكم يا أستاذ وإذا استغلنا ال B هذا كذلك نفس الشيء نصبحنا هكذا 2A زائد B يوافق 2 في باقي الأرل هو الأربعة ثم هذا لا يمكن أن نقول باقي إنما نعوذه زائد زائد لاحظوا جيدا عندي هنا زائد إذن نأتي بهذه ونقول زائد ثم نأتي بهذه القيمة نضعه هنا ليكم ليناقص واحد بترديد سبعة هكذا سبحينا 2A زائد B يوافق لنا ثمانية ناقص إذن هذه ثمانية ناقص واحد كم إنها سبعة بترديد سبعة لكن سبعة بترديد سبعة إذا قسمنا سبعة تقسيم سبعة في المسودة تعطينا الواحد والباقي سيف نحن نحتاج البواقي سبحينا 2A زائد B كم يوافق يوافق لنا بترديد سبعة نقول ومنه العدد 2A زائد B يقبل القسمة على العدد سبعة فقط يعني كل هذه يمكن إذا استعملناها طريقة واحد وها هي كذلك طريقة اثنان فقط حتى تفهموا لكن أنتم أجيبوا بطريقة واحدة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال أثبت أن A مكعب يوافق واحد بترديد سبعة وC مكعب يوافق واحد بترديد سبعة إذن نكتب هنا الإثبات أو البرهان أن A مكعب يوافق لنا ماذا؟ واحد بترديد سبعة هنا ما علينا أبناء إلا أن نقول عندنا نحن A يوافق لنا أربعة بترديد سبعة ها هي التي حسبناها في الأول إذن تقول القاعدة إذا وضعنا من هنا أي شيء يجب علينا أن نضعه من هنا إذن نصبح لنا هكذا A قوة ثلاثة يوافق لنا أربعة قوة ثلاثة بترديد سبعة الشيء الذي نضعه من هنا نضعه من هنا لاحظوا ونتابهوا إذن ماذا يصبح نصبح لنا A قوة ثلاثة يوافق هذه كيف تقرأ أربعة بالآلة الحاسبة سوف تعطيكم أربعة وستون بترديد سبعة جربوا ثم هل هذا يمكن أن نقول ثم نأتي بالآلة الحاسبة كذلك لو نقسم مثل ما شرحت لكم نقول مثلا أربعة وستون تقسيم سبعة تساوي لاحظوا وانتبهوا إذن نقول أربعة وستون تقسيم سبعة تساوي لاحظوا وانتبهوا هكذا ركزوا إلى 64 تقسيم 7 تساوي عندنا 9.14 قلنا نضع الزر ABC فأعطت لنا هكذا لاحظوا ماذا كتبت كتبت 9 وهذا الرمز ثم 1 وهذا الرمز ثم 7 هذا ماذا يعني أنه 64 يوافق لنا كم ها هو الباقي الباقي كم دائما في الوسط يوافق لنا 1 بترديد 7 فهذا بما أنها موافقة نضعه هنا سبحانه A قوة 3 يوافق لنا كم واحد بترديد 7 فقط أبنائي إذن أعيد أولا عندنا A يوافق لنا 4 لما أن هنا يبحث عن A قوة 3 ركزوا جيدا وانتبهوا أرجوكم A قلنا قوة 3 فجعلت من هنا القوة منه القوة فأصبحت 4 في 4 في 4 لأن الكثير يقول 12 لا احذروا إنها 4 في 4 16 في 4 2 64 ثم هذه الـ 64 عدد كبير جئت بالآل حسبة وقسمتها على 7 فوجدت الباقي واحد ننزع هذه ونضع في مكانها الواحد إنها موافقات هذه من خواص الموافقات الآن وجدنا ذلك نقول هنا ومنه بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الجزء الآخر لهو السي كذلك فيما يخص السي لاحظوا وانتبهوا حتى تتعلموا السي عندنا كماذا قال سي يوافق لنا 2 بترديد 7 لكن هو ماذا يريد؟ يريدها قوة 3 إذن نضع من هنا سي تصبح لنا قوة 3 توفق لنا 2 قوة 3 بترديد 7 2 قوة 3 ليس 6 إنما هي 2 في 2 في 2 وهي 8 تصبح لنا سي قوة 3 يوافق لنا 8 بترديد 7 الثمانية إذا جئنا إليها يا أبناء كم وقسمناها بالآلة الحاسبة سوف نجد الباقي كم بعدما نجعل زر ABC أكيد نجد واحد إذن هذا الواحد هو الذي نحوله إلى هنا فاصبح لنا سي قوة 3 يوافق لنا 1 بترديد 7 وإنه الجواب نقول ومنه فقط يعني الأمر جد جد بسي يقول أحدكم يا أستاذ وإذا جئنا إلى العدد دون أن نراعي هذا وعوضنا بـ 2020 كذلك يعني لكن تكون الأمور جد كبيرة بالآلة الحاسبة لكن سوف تعطيكم النتائج فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير لكن عليكم بالتركيز معي جيدا قال استنتج باقي قسمة العدد 2020 قوة 2020 زايد 1441 قوة 1441 زايد 1962 قوة 1962 على العدد 7 إذن نكتب هنا استنتاج باقي من العدد هذا على سبعة لكن ننتبه أرجوكم نقطة نقطة لأن السؤال هو استنتج والرياضية تقول إذا وجدت سؤال بلغة استنتج فاعلم أن استنتج من النتائج السابقة إذن علينا يا أبنائي أن نعين هذا باقي لوحده ثم هذا لوحده ثم هذا ونجمعهم ونلاحظ على السبعة كم يعطينا لاحظونا نطريق أولا بالجزء الأول لهو هذا 2020 قوة 2020 على سأركز جيدا إذن نحن نعلم أن أبنائي أن A هو الذي قيمته 2020 هذا الأمر أول إذن فماذا نجد نجد أن A قوة ثلاثة يوافق لنا واحد بترديد سبعة ها هو أمامكم الذي برهنه سالفا ثم الآن ماذا تقول القاعدة وقلت A دائما A هو نفسه 2020 إذن فماذا يمكن أن نقول نقول إذا جئنا الآن إلى هذه القوة نقوم بقسمتها على هذه كم؟ على الثلاثة فنقول 2000 اسمعوا جيدا وعشرون تساوي إذا قسمناها بالآلة الحاسبة 2020 على ثلاثة فنجد كم؟ نجد 673 والباقي واحد فنقول هي ثلاثة في 673 زائد واحد دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة يا أبناء حتى تفهموا الآن إذا جئنا وبدأنا هكذا نقول 2020 قوة ثلاثة قلنا يوافق لنا كم؟ يوافق لنا واحد بترديد سبعة يعني ننطلق من هذه المعطاية اللي هي قلنا آ هو نفسه 2020 حتى تفهموا جيدا يعني إذا قلت آ قوة ثلاثة المقصد 2020 قوة ثلاثة الآن ما رأيكم إذا وضعت هنا القوة اللي هي 673 من هنا ومن هنا 673 فلا يحدث شيء تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا هكذا 2000 قوة 2020 قوة ثلاثة في 673 توافق لنا ماذا؟ الواحد إذا جعلنا له أي قوة يبقى هو واحد بترديد سبعة ثم نعود أبنائي مرة أخرى ماذا نفعل؟ دقيقوا أرجوكم تصبح لنا هكذا 2020 قوة ماذا؟ ثلاثة في 673 قلنا كم توافق؟ اسمعوا جيدا توافق لنا واحد بترديد سبعة ما رأيكم أبنائي؟ لو نأتي الآن ونضرب من هنا دقيقوا نضرب من هنا في 2020 ونضرب من هنا في 2020 لأن الموافقة تسمح لنا بالضرب الآن هذا قوته كم؟ قوته واحد قوته واحد إذا كان عندنا عدد اسمعوا جيدا إذا كان عندنا عدد وضرب في نفسه فالقوة ماذا يحدث لها؟ تجمع فتصبح لنا ماذا؟ صبحنا إثناء 2020 قوة ماذا؟ قوة ثلاثة في 673 زائد هذه القوة تجمع إلى هنا زائد واحد توافق 2020 في واحد اللي هي 2020 بترديد سبعة الآن هذه من هي؟ أليس هي هذه؟ وهذه هي 2020؟ نعم فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا قوة 2020 يوافق لنا هذا أليس هو هذا؟ ونحن نعلم يا أبني أن كم باقيه؟ قلنا أن في الأول وجدنا باقيه أربعة بترديد سبعة إذن ينزع هذا ويوضع الباقي اللي هو كم؟ اللي هو أربعة بترديد سبعة أعيد هذه 2020 باقيها لما حسبناها في الأول وجدناها كم؟ وجدناها أربعة الآن ننزعها ونضع إذن فماذا وجدنا؟ إذن تذكروا أن الحالة الأولى 2020 قوة 2020 توافق لنا كم؟ توافق لنا أربعة بماذا؟ بترديد سبعة هذا الجزء الأول إذن هكذا تحل هذا الجزء يحل بهذه قواعد القوة أعيد حتى تفهموا أبنائي إذن قلت في الأول عندنا A يوافق لنا A يساوي لنا 2020 ونحن نعلم باقيه لهوا ها هو باقيه هو أربعة ثم برهلنا سابقا أن A قوة ثلاثة توافق لنا واحد فأتيت إلى هذه القوة وقسمتها على هذه القوة وهي الثلاثة فقلت أن 2020 تسوينا ثلاثة في ستمائة وثلاثة وسبعون زائد واحد هكذا تبقى القاعدة ثم جئت وجئت إلى هذه 2020 وهي نفسها A فجعلت القوة من هنا وقوة من هنا يعني هنا وهنا لأن A أعيد هي 2020 ما يحدث لأهو يحدث لـ 2020 ثم جاءت فأصبحت واحد قوة ستمائة وثلاثة وسبعون هو واحد ثم حتى أصل دائما الفكرة إلى ماذا إلى أن أصل إلى 2020 قوة 2020 فضربت من هنا في 2020 ومن هنا في 2020 فأصبحت 2020 قوة واحد في 2020 قوة ثلاثة في ستمائة وثلاثة سبعون لما نجمع هذه هي نفسها هذه الكلمة اللي هي 2020 فأصبح لنا هذا بقيها كم؟ أربعة فعودته هنا الآن هذا فيما يخص مع 2020 قوة 2020 يقول لحدكم ونكتب هذه كل يوم في ورقة إجابة نعم نأتي الآن بعدها إلى بي كم يساوي يساوي لنا 1441 لكن عندنا شيء آخر أن بي لهو يوافق لنا ناقص واحد بترديد سبعة ها هو لقد برهنا سالفا لهو ماذا يعني؟ يعني أنه 1441 يوافق لنا ناقص واحد بترديد سبعة لأن البي قنه ونفسه 1400 يعني ما يحدث لبي يحدث ل1441 الآن إذا جئت ووضعت هنا قوة 1441 هنا كذلك لكن لا ننسى الأقواس 1441 لكن اسمعوا جيدا الناقص واحد إذا كان قوته قوة فردية ما هي الأعداد الفردية؟ هي الأعداد التي أحدها كما تلاحظون النقطة الحمراء أحدها واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة العدد الزوجي هي التي يكون أحدها هنا صفر اثنان أربعة ستة ثمانية بما أنه هو عدد الآن هذا عدد فردي فاعلموا أن الناقص واحد يبقى هو ناقص واحد إذا كان عدد الزوجي فعطيكم واحد فصبحنا ماذا؟ صبحنا ألف وأربعمائة وواحد وأربعون أو ألف واربعمائة وواحد وأربعون كم يوافق؟ يوافق لنا ناقص واحد بترديد سبعة نكتبها الآن نجمع كليا نجمع هذا وهذا وهذا يعني لا تتعجلوا الآن نأتي الآن إلى الشيء الآخر لهو سي لهو ألف سي قلنا هو ألف وتسعمائة واثنان وستون لكن نحن نعلم أن سي لهو نفسه قلنا سي قوى ثلاثة يوافق لنا واحد بترديد ماذا بترديد سبعة قد برهنه سالفا لهو ها هو أمامكم هذا ماذا يعني يعني أنه ألف وتسعمائة واثنان وستون يوافق لنا قوى ثلاثة يوافق لنا كم واحد بترديد سبعة لماذا لأن ما يخضع إليه سي يخضع لها هذا العدد وهو ألف وتسعمائة واثنان وستون تابعوا جيدا إذن فماذا ينتج الآن نأتي بأبناء إلى القوة قوة ألف وتسعمائة واثنان وستون فنأتي مباشرة إلى ألف وتسعمائة واثنان وستون نقسمها على هذه القوة إذن ألف وتسعمائة قوة اثنان وستون لما قسمناها بالآلة الحاسبة وجدنا هي ثلاثة في ستمائة واربعة وخمسون القسمة تم يعني لا يوجد هنا الزائد مثل ألفين وعشرون على الثلاثة الآن ماذا تقول القائدة سبحانا ألف وتسعمائة واثنان وستون هنا قلنا قوة ثلاثة توافق ركزوا جيدا سوف نكتب هنا نترك فراغ هكذا قلنا واحد وهنا بترديد سبعة نضع القوة هذه إذا وضعت هنا ستمائة واربعة وخمسون فنضع هنا كذلك ستمائة واربعة وخمسون لكن عندنا ثلاثة في ستمائة واربعة وخمسون ها هي كم هي هي ألف وتسعمائة واثنان وستون تصبح لنا ألف وتسعمائة واثنان وستون قوة ألف وتسعمائة واثنان وستون يوافق لنا الواحد أي قوة نضعها له كم تصبح تصبح لنا هي واحد بترديد سبعة الآن عندنا ماذا الف وتسعمائة واثنان وستون الف وتسعمائة واثنان وستون وجدناها أنها توافق لنا ماذا واحد بترديد سبعة الآن يا أبناء نأتي إلى جمعهم لماذا لأن عندنا جمع واحد اثنان ثلاثة فماذا نكتب نكتب هكذا دقيقوا أرجوكم حتى تأخذوا النقطة كاملة إذن هكذا ثم نقول توافق الأول هذا ها هو كم أربع الثاني هذا ليس باقي العدد الذي وجدناه الباقي ليس عدد سالي ثم هذا هو مع هذا كم ناقص ماذا ناقص عفوا ناقص واحد عفوا عفوا ناقص واحد ثم عندنا زائد كم زائد لاحظوا وانتبهوا إذن هكذا هذا ها هي قيمته إذن كم زائد واحد بترديد سبعة هذا باقيه هنا ليس باقي ما يوافق لأن هذا قلت ليس بباقي حتى نقول باقي نضيف له الترديد فيصبح ستة لكن أنا أخذت النتائج كما هي جمعت هذا زائد هذا زائد هذا فهذا زائد هذا زائد هذا وتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا توافق هذا ذهب مع هذا فأصبحت لنا أربعة بترديد سبعة هل هذا باقي؟ نعم إنه باقي لأنه عدد مجب أصغر من الترديد نقول ومنه باقي القسمة الإقليدية لمن؟ للعدد الذي أعطيه لنا وهو 2020 قوة 2020 زائد 1400 و41 قوة 1400 و41 زائد 1962 قوة 1962 على ماذا؟ على سبعة هو كم؟ هو أربعة فقط أبناء أرجو قد فهمتم الفكرة جيدا إذن هنا بما أنه قال استنتج علينا أن نستغل تلك النتائج السابقة حسبت هذا لوحده ثم هذا لوحده ثم هذا لوحده ثم جمعت فوجدت أربعة وأربعة إنه أصغر من الترديد فإنه محصر ما بين صفر وسبعة إذن فهو باقي وفي الأخير أبناء وبناء الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا باستحال العافية والترحم على رحمة الطاهرة لما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته